بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ نعمه ويواف مزيده وأصلي وأسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم وسار سيرهم وانتهج نهجهم اليوم الدين أحبابنا أهل القرآن حياكم الله أهل القرآن في شهر القرآن أهلا بكم وسهلا نظر الله وجوهكم نور الله قلوبكم بنور القرآن وجمعنا وإياكم دائما وأبدا في شهر القرآن وفي غيره على مائدة كتابه الكريم أهلا بكم أحبابنا وحلقة جديدة من برنامجكم حرز الأمان بدأنا في الحلقات السابقة في شرح الأصول وبدأنا بشرح باب الاستعاذة واليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه بعد أن نرحب بحبيبنا وأخينا الشيخ أحمد حمد أهلا بك يا شيخنا الشيخ أحمد أرحم بك أستاذ اليوم إن شاء الله نشرعه في شرح باب البسملة بعد أن نسمعه من شيخنا الشيخ أحمد حمد بسم الله الرحمن الرحيم وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحمل ووصلك بين السورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيه خلاف جيده واضح الطلاف وفيها خلاف جيده واضح الطلاف وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تله ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتذكلا بارك الله فيك الشيخ أحمد باب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملة يعني قرأ بالبسملة بين السورتين نقصد بين السورتين يعني حال ربط آخر السورة بأول السورة التي بعدها يعني لو عايز تربط مثلا ولا الضالين بألف لا ميم لا بد أن تبسمل لمن بسنة الباء لقالون رجال راء للكساء نموها النون لعاصم درية الدال لابن كثير والواوف وتحمل فصل إذن قرأ بالبسملة بين السورتين هكذا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم هكذا قالون والكساء وعاصم وابن كثير داع على ظاهر لفظ البيت لكن إذا جردنا البيت من الرموز وأخذنا الكلمات على معانيها نجد أن الشاطبي رحمه الله قد أبدع أيما إبدع لما قال وبسمل بين السورتين بسنة والسنة عند القراء هي السند إذن قرأها بسند ثابت نصا رجال يعني ثقات نموها نقلوها درية يعني دراية لفظية وتحملا أي وتحملا أدائيا نجمع المعاني على بعضها يكون قالون وعاصم وابن كثير والكساء نقلوا أوجه البسملة بين السورتين بسند صحيح متصل يقصد بهذا السند ثبوت هذا الوجه في كتاب التيسير لأن البسملة بين السورتين في التيسير لم تثبت إلا لهؤلاء ووصلوك بين السورتين فصاحة الفاء لحمزة يعني قرأ حمزة بوصل آخر السورة بأول السورة التي بعدها وَلَبْضَالِّينَ أَلِفْ لَمِّيمُ وَقَالَ فَصَاحَةٌ لَأَنَّ وَصْلَ آخِذ السورة بأول السورة التي بعدها فيه من الفصاحة ما فيه لهباء إيه الفصاحة اللي في وصل آخر السورة بأول السورة التي بعدها بدون بسملة كما أديناه فيه من الفصاحة إظهار إعراب كلمة أو الكلمة الأخيرة في السورة فلما نوصلها نبين إعرابها حركة إعرابها أو حركة بناءها فهذا من الفصاحة بمكان ثم قال وَصِلْ وَسْكُتًا كُلٌّ جَلَايَاهُ حَصَّلَ كلٌّ الكافل بن عامر جَلَايَاهُ الجِيمْ لِوَرْش حَصَّلَ إِلْحَاءُ لِأَبْي عَمْرِ يعني كلٌّ ابن عامر وأبو عمر وورش قرأ هؤلاء بالوصل أو بالسكت طب الوصل عرفناه يعني ربط آخر الصورة بأول الصورة التي بعدها دون بسمر طب السكت قالوا السكت هو قطع القراءة زمناً يسيراً بنية معاوذة التلاوة دون تنفس يعني إزاي؟ وَلَا الضَّالِّينَ أَلِفْ لَامِّينَ هكذا السكت طيب أيهما المقدم؟ أيه هذين الوجهين المقدم في الأداء عند ابن عامر وأبو عمر وورش وجه السكت لذلك ذكر الشاطبي لوجه السكت نون التوكيد المخففة فقال وسكتاً كأنه يؤكد على أن هذا الوجه هو المقدم أداءً وهو كذلك في التيسير مقدم أداءً الشاطبي متابع لأصله وهو التيسير في هذا الأمر ثم قال وَلَا نَصَّ كَلَّا حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ وَفِيهَا خِلَافٌ جِيدُهُ وَاضِحُ الطُّلَةُ يعني هذا البيت أولاً الشطر الأول فيه خلاف هل فيه رموز ولا لا والأصح ألا يكون في هذا البيت أو في هذا الشطر الرموز فيكون المعنى وَلَا نَصَّ كَلَّا حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ يعني إيه؟ يعني لا نص ورد عن هؤلاء كل جلاه حصل بالتخيير بين الوصل والسكت وإنما النص الذي ورد بالخلاف هو إثبات البسملة لهم فإذا أثبت البسملة فبها قرأت وإن لم تثبتها فلا وجه إلا الوصل أو السكت لذلك إما أن نعين لهؤلاء البسملة بالخلاف من قوله وفيها هائل تأنيث هنا عائد على البسملة وفيها خلاف جيده واضح الطلع يعني خلاف مشهور عند أهل العلم معروف لديهم كشهرة صاحب العنق الطويل بين أصحاب الأعناق القصيرة لما تلاقي واحد كده رأبته طويلة من العز والكرامة غير لما تلاقي واحد كتافه كده في رأبته ودي علامة من علامات القبح يعني طب محصلة الكلام إيه محصلة الكلام ما ذكره المحرر في هذا الشام وفيها خلاف جيده واضح الطلع وذا الخلف للبصر وشام تنقل يعني بين الصورتين لابن عامر ولأبي عمر ورش البسملة بالخلاف وكذلك لهم الوصل والسكت والسكت هو المقدم في الأداء بعد كده قال وَبَسْمِلْ بِزُهْرٍ وفيها خلاف جيده واضح الطلع وَسَكْتُهُمُ الْمُخْتَارُ سكتهم المختار يؤكد هنا الناظم على أن السكت هو المختار في الأداء تأكيدا على قوله وسكتان لأن هناك ذكر لها نون التوجيد المخففة تدليلا على أنها المقدمة في الأداء هنا كلامه وَسَكْتُهُمُ الْمُخْتَارُ يعني السكت مختار في الأداء عن غيره عشان ما حدش يقول أن المختار دي على بدون تنفس إبا في سكت بدون تنفس أبداً ما قال كده حد من المشيخ أبداً رحمه الله يعني كأن الشاطبية رحمه الله أحب أن ينبه على أن السكت الذي قدم في الأداء لابن عامر ولأبي عمر ولورش بين السورتين بدون تنفس ثم قال وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة ففهمه وليس مخذلا إيه الأربع الزهر؟ الزهر جمع الأزهر والأزهر هو المضيء المشرق سموا بعض المواضع في القرآن بالأربع الزهر لأنها واضحة يعني معينة عند كل القراء اللي هي هنختصرها في كلمتين ويل ولا ويل يعني ويل للمطففين ويل لكل همزة اللمزة لا يعني لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد إيه المشكلة في هذه المواضع الأربعة؟ المشكلة إذا وصلت هذه الصورة في أولها بآخر الصورة التي قبلها كذا ذكر بعض الشراح قال فيه إيهام أو فيه فساد في المعنى الوصل فيه فساد في المعنى كأن تقول مثلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزة فكأنك نسبت الويل إلى من تواصى بالحق وتواصى بالصبر نقول لا هنا ما فيش إيهام لأن ترتيب الصور هو حكمه التوقيف على الأرجح يعني أرجح الأقوال في مسألة ترتيب الصور في القرآن أنها توقفية يعني من عند الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذه السور وترتيبه لا يوصف بقبح سبحانه وتعالى كذلك إذا أنت تكلمت عن وصل آخر الصورة بأول الصورة بعدها ونسبت إليه القبح طيب ما فيه في بعض آيات القرآن داخل بعض الصور فيه وصلها قبح كأن تقول مثلا إنما يستجيب الذين أسمعون والموت طيب هذا مش قبيح الوصل ده قل أطيع الله والرسول فإن كذا ووصلت ما بعدها وصل قبيح هنقول بقى إنه فيه فساد في المعنى في ترتيب هذه الآيات لا وإنما يتوهم هذا الوصل فاسد العقل يعني يتوهم هذا المعنى صاحب العقل الفاسد الذي لا يربط عنده فهم ولا أداء طيب المشكلة في إيه العلماء في الأربع الزهري لهم مذاهب المذهب المعتمد المختار عند أئمة هذا الفن هو مساواة الأربع الزهري بما سواه يعني إذا قرأت بالبسملة بين الصورتين لأصحاب البسملة لك هنا أيضا البسملة في الأربع الزهري إذا قرأت بين الصورتين لأصحاب السكت بالسكت لك هنا السكت إذا قرأت بالوصل لك هنا الوصل وهذا هو المعتمد عند أهل أداء زاد الشاطبي بعض الزيادات كذا قال وبعضهم في الأربع الزهري بسملة لهم دون نص وبعضهم يعني وبعض الساكتين لأنه عطف الكلام على السكت من قوله وسكتهم المختار اللي هما من الساكتين كل جلياه حصلة يعني المعنى أن هؤلاء إذا سكتوا بين الصورتين قرأوا بالبسملة بين الصورتين في الأربع الزهر لكن هذا الأذاء لم تثبت به رواية وإنه هو وجه استحباب قرأ به المشايف لذلك قال وبعضهم في الأربع الزهري بسملة لهم دون نص يعني دون نص ثابت وإنما هو استحباب في النقل بين الصورتين لذلك الشيخ أبو الحسن الحصري قال في هذا الشاء قال ولم أقر بين الصورتين بمسبلا لورش على ما جاء في الأربع الغري وحجتهم عندي ضعيفة ولكنهم يقرون الرواية بالنصر يعني ينصرون هذا الأذاء وكان الشيخ أبو الشام رحمه الله علق قال كان على الشيخ أبو الحسن الحصري أن يقول ويقرون المقالة بالنصر لأنهم تثبت فيها رواية أصلا يعني هذا الأذاء وإن استحبه بعض المشايخ لكنه لم يثبت به نص عن من قرأ بالسكت بين الصورتين ثم زاد لحمزة وجها آخر فقال وهو فيهن ساكت لحمزة ففهمه مخذلة ففهمه وليس مخذلة يعني حمزة إذا قرأ بالوصل بين الصورتين قرأ هنا بالسكت زيادة على وجهه الأصلي وهو وجه منقول عن رواة حمزة رضي الله عنهم وأرضاه نقف هنا يا شيخ أحمد في شرح البسملة على أن نكمله في المرات القادمة إن شاء الله ونبدأ في سماعي وردين القرآني منك وقفنا في المرات السابقة عند قول الله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب هتقرأ لنا بأي رواية؟ برواية أبو الحارس عن قساء إن شاء الله طيب ابدأ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن في خلق السماوات والأرض إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير وما أنزل برواية أبو الحارس إن شاء الله حال ما بيفتحها ما بإمكانه هذا الدليل طيب الإمالة هنا أو الفتح الإمالة؟ لمن أبو الحارس لدور الكساء وفي ألفات قبل راطرف أتت بكسر أمل تدع تدع حميداً يعني دور الكساء هو لبيميل النهير لكن أبو الحارس بيفتحها إن في خلق السماوات والأرض خلق يعني فخم الخاء ورغب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي به فأحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف رقق التأ شوي وتصريف نعم وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بي وتصريف الرياح ولا وتصريف الرياح؟ وتصريف الرياح وتصريف الرياح تأياء الشاع على الريح وحد نعم وحد ألف المثن هنا عائد على الشاع نعم ناشي؟ ناشي والعائد على بعدها وفي الكهف معها والشريعات والصلاة وفي النمل والعراف والظوم الثانية وفاطرهم شكرا وهي معطوفة على المقبلة واللي بعدها على بعدها على بعدها طيب وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هنا الشيخ أحمد في هذه الآية فصل بين المعطوفات لأن الواو في هذه الآية كلها ووعط والفصل بين المعطوفات قبيح لكن لكل قاعدة لها استثناءات الفصل بين المعطوفات قبيح إلا في حالة طول المعطوفات يعني محدش يقدر يجيب الآية دي في نفس واحد لذلك نجوز الوقف على بعض هذه المعطوفات لكن بشرط البدء ببدء صحيح يعني مبدأش أقول وما أنزل الله نعم فأحيل ماهن الموصول إلى النفي بأننا كده إحالت في المعنى والإحالة في المعنى طبعا غير جائزة الشرط نعم نعم إقراض حب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الياء هنا طبعا فيها خلاف ما بين القراء القراءة بتاء المخاطبة أو بياء الغيبة وأي خطاب بعد عمر ولو يرى فنافع ابن عامر بيقرأ بالتاء ولو ترى الذين ظلموا أي ولو تراهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن تبعك ولو يرى الذين ظلموا أحب الكلام هنا على الظلم نعم شفت الإي مناسبة التاء مناسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وانتبعه ثم الياء مناسبة لهؤلاء الظلمين قبح الله وجوه اقرأ اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب بهم الأسباب نعم دليل ضم الهاء هنا ايه ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة وفي الوصل ضم الهاء وفي الكسر الهاء بالضم شملنا يعني اذا وصلت هاء الضمير التي جاءت معها ميم الجمع نعم وكان بعد ميم الجمع حرف ساكن فإننا نضم الميم والهاء لكن بالشرط أن يكون قبل الهاء يا ساكنة أو حرف ايه؟ أو حرف مكسوب مكسوب طيب يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَنَّ اتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا في غنة هنا بَنَّ اتَّبَصَ نعم وَأَظْهِرَ الْغُنَّةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَا نعم يعني النون والميم مشددة أيًا كان سبب هذه الشدة تلزمها الغنة بمقتال حركة نعم طيب قول لي بقى دم أنت علقت التعليق الطيب ده قول لي دليل بأن نتبع دي نعم أَلَا بَلْ وَهَلْ تَرْوِي فَنَى ضَعْنِ ذَيْنَبٍ سَمِيرَ نَوَاهَا قِلْ حَضُرٍ وَمُبْتَلَى فَأَضْغَمَهَا رَوْنَ قول أشممت الكسر هنا صوت الضم خلطت الحكتين ببعض فين دليلهم وَحِيلَ بِإِشْمَامٍ وَسِيءَ كَمَا رَسَى وَسِيءٍ لا ارجع وراء وَقِيلَ وَغِيْضَ ثُمَّ جِيءَ يُشِمُّهَا فَذَا كَسْرِهَا ضَمًّا رِجَالًا لِتَكْمُلَا رجال أنت من الرجال دولي بإذن الله الله يبرك لك بس يكمل لنا هذه الآية أَوَلَوْ كَانَ قَالُوا بَنَّ اتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ بارك الله فيك شيخ أحمد أحسن الله إليك ونفعنا الله بهذا الأداء الطيب وجعلنا وإياك من أهل القرآن اللي عملين به إلى هنا أحبابنا نصد إلى آخر هذه الحلقة الطيبة التي سعدنا فيها بمصاحبتكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة مرافقتكم حول كتابه الكريم نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنات بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشري فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسمعتها حرز الأمان تيمون ووجهها التهاليفة